بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أعزائنا المستمعين وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد على أوراق بودكاست ضمن سلسلة أوراق تاريخية وضيف الدائم في هذه السلسلة الدكتور عبد الرحمن نموس أبو صهيب هذا أنا محدثكم هيثم الدرفيل من قاعة مكتبة بيبرس في الريحانية وأنتم تستمعون إلى أوراق بودكاست دكتور كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن أهمية دراسة التاريخ ودوره في الحفاظ على الهوية وبالتالي دوره في إعادة بعث هذه الأمة لتعود لدورها الريادي بين الأمم وأهمية أن يعي النشئ تحديداً ذلك وأن تأكد على ذلك في الإهداء الذي قدمت له في كتابك اليوم سنبدأ بتقليب أوراق تاريخ سوريا الحديث يعني نعتبر اليوم إحنا دخلنا في المتن كان ذلك تمهيد وهوامش واليوم إن شاء الله ندخل في المتن ولكي نبدأ لابد من التمهيد من خلال تناول الفترة التي أدت إلى نشوء الدولة السورية بمفهومها الحديث يعني السورية هذه المحددة بحدود ساكس بيكو قبل انهيار الدولة العثمانية ما فيه مثل ما تفضلت حضرتك شي دولة اسمه سوريا كان في قليل بلاد الشام يعني فترة سقوط دولة الخلافة العثمانية وتقسيم أراضيها على أية الحلفاء وظهور هذه الدولات التي كانت من بينها دولة سوريا إيش ملامح هذا السقوط ما هي الثغرات التي نفذ منها الأعداء وعملوا على إسقاط دولة الخلافة العثمانية خاصة أنه احنا اتفقنا على تبني مقولة المؤرخ البريطاني توينبي الذي قال أن الحضارات لا تموت وإنما تنتحر شكرا جزيلا بارك الله فيكم واجزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد قبل الحديث عن مقولة توينبي نرجع إلى مقولة ابن خلدون رحمه الله بأن الدول لها أعمار إذا ما حافظت على الحمية التي تبقيها في سن الشباب وهي النشاط المتجدد واستحضار الأهداف الكبرى فالدولة العثمانية هرمت وأصبح يقال عنها في أوروبا الرجل المريض نحن عندما نتكلم عن سليمان القانوني في القرن السادس عشر كانت أوروبا كلها تخاطبه بالملك المعظم ويعاملونه بمتهى الاحترام بعد سليمان حصل جمود لم تضعف الدولة مرضى واحدة وتموت واستمر هذا بحدود 200 سنة للثلث الأخير من القرن 18 فعندما لم تتجدد طاقة الدولة والتهت بالخلافات الداخلية فهذه عوامل المرض فبدأ يظهر المرض وبدأ العدو الجرثوم المتربس من الخارج بدأ ينهش يهاجم فتدخلت روسيا بحجة حماية الأرثوزوكس لأن روسيا قيصرية هي تتبنى الكنيسة الشرقية الأرثوزوكسية وصارت حرب بينها وبين دولة العثمانية وخسرت فيها الدولة العثمانية بعض الأراضي حصلت حرب مع فرنسا وخسرت فيها بحجة رعاية الكاثوليك وخسرت الدولة في شمال أفريقيا بعض الأراضي وهكذا حصلت مجموعة من الحروب هذا عامل العامل الثاني هو من الداخل هذا عامل خارجي طبعا العامل الداخلية قوة هاجمت حروب وهذه سنة الكوان أن عدوك دائما يعمل على استهدافك ومصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى لك هذا الطبيعي أما أنت فاجأ فيه نعم العامل الثاني هو مختلط خارجي داخلي وهو أن الدولة الأمبراطورية العثمانية أمبراطورية ممتدة فهي تشمل تضم تحتها عدة قوميات مثلا لو نظرنا نحن في منطقة الشرق الأوسط اللي هو مركزية الدولة العثمانية على الأقل في ثلاث قوميات القومية الكردية القومية التركية اللي هم العنصر العثماني نفسه والقومية العربية العربية بالإضافة إلى بعض القوميات الأوروبية الغرب الذي هاجم والروسيا الذين هاجموا الدولة العثمانية هجوما مسلحا عملوا على هذا الشأن وأصبح هناك تشجيع فضيع للنعرات القومية وقد أدرك سلطان عبد الحميد هذا طبعا نحن هنا صارنا بالقرن مش بـ 18 نجينا للقرن 17 فالسلطان عبد الحميد طبعا نعتل على العرش هو في العام 1876 1879 بعد ثلاث سنين من اعتلاء العرش طرح السلطان عبد الحميد مشروع الجامعة الإسلامية يا مسلمين العالم وعلى أن يكون هناك نوع من اللامركزية في الحكم كامبراطورية أنه يكون حكام الأقاليم من أهالي الأقاليم واجهت على أعلى المستويات فكرة عبد الحميد معارضة من أهم المعارضين رئيس وزراء عبد الحميد لهومد حتباشا تمام وكان يركز على فكرة بناء الدولة الحديثة بمنظور غربي نعم الدولة الحديثة بالمنظور الغربي الأس فيها النموذج فيها هو أيش النموذج الفرنسي القام على الثورة الفرنسية وهو نموذج علماني يعني الثورة الفرنسية معروف عنها باختصار أنها بدأت باسم ثورة الخبز نريد خبزا نريد خبزا وانتهت وانتهت طبعا قبل انتهت توسطت بثورة على الدين فعندما رفع شعار شنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس والمرحلة الثالثة من مرحلة الثورة الفرنسية كانت رفع شعار حرية إخاء مساوات هذا الشعار البراق الذي يظن البعض أنه جميل جميل أن يكون المواطن كلهم هو وكلهم متساوون هو شعار في الحقيقة رفعته الماسونية العالمية التي اخترقت الثورة الفرنسية ضد الديانة النصرانية نحن اليوم كمسلمين نرى أن لأحل الكتاب عندما يكونوا في ظل الدولة الإسلامية أحكام ما تسمى أحكام الذنميين هذا موجود في الشرائع الأخرى فاليهود بالنسبة للنصارى ذنميين نعم فاليهود عندما يرفعون شعار حرية إخاء مساوات يريدون هدم حاجز الذنمية ليكونوا مواطنين على طرف المساوات بينهم وبين أبناء الدولة الأصليين يعني إلغاء التشريعات الدينية إلغاء التشريعات الدينية هو إقامة دولة المواطنة دولة المواطنة اللي هي دولة علمانية تمام دولة المواطنة دولة علمانية يعني حتى الشعارات التي تطرح في بلادنا لأن مفهوم المواطنة كلنا مواطنين في فرنسا لما رفع شاحر رياح مساواة كان الهدف منه هذا هدمت حواجز التشريعات الدينية وعندما نجحت الثورة وعلنت أنها ثورة علمانية يركز فيها على الشعار الوسط اللي جاء بالنص شنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس وكأن الثورة تهدف مباشرة فاستهدف مباشرة رجال الدين فلما يأتي مدحة باشا ومن معه لفكرة إقامة الدولة الحديثة بتقليد الثورة الفرنسية إذن هو يعمل على هدم الخلافة الدينية الدولة العثمانية كان نسمي خلافة نظام الخلافة نظام إسلامي فالدولة العثمانية قائمة على أساس الدين الإسلامي والسلطان عبد الحميد الذي ما كان يسمي نفسه خليفة السلطان وتسمية خلافة بين قوسين هي مجازا وبالتالي هم أنفسهم مش من خارج منهم أنفسهم احتراما لمنصب الخليفة كانوا يطلقون على أنفسهم الصلاطين وليسوا خلفاء فالسلطان عبد الحميد كان محترم لهذا ويريد أن تكون هذه الدولة المتسعة والتي تشمل عدة قوميات لا يمكن أن يكون هناك من رابط يجمعها بدون حساسيات إلا الرابط الديني فالكل مسلمون باستناء الأقليات الموجودة في بعض المناطق والله في جبال لبنان في العراق بعض الأقليات ولكن الغالبية العظمى لهذه الدولة أنها دولة مسلمة محارزة هذا التيار هذا التيار كان ممول من الخارج في الفترة الأولى مدحت باشا وتلاميذاته ثم انتهى الأمر بكمال أتاتورك الذي قضى على السلطنة العثمانية طيب دكتور العثمانية يعني إحنا من خلال ما عرفنا لتاريخ الأوروبي كان في العصور الوسطى أو ما تلاها قد نجد مبرر للفرنسيين أو غير الفرنسيين الأوروبيين بالنحو منح العلمانية وهي إقصاء الدين عن الحياة ليش؟ الدين كان عندهم الكنيسة يعني كانت متحالفة مع الملوك وتمارس الاستبداد باسم الدين باسم الحق الإلهي تنشر نوع من الخرافات ونوع من المعادات للعلم وبالتالي أصبحت عائق أمام تطور وانطلاق المجتمع علميا وأيضا عائق أمام نيل المجتمع لحريته يعني عندما تصل إلى الرجل أن تبيع سوكك الغفرة معروفة هذه القصة فقد نجد مبرر للأوروبيين في طلب العلمانية وهي أقصاء الدين لكن يعني عندنا في بلاد المسلمين أو في الدولة العثمانية ما كان الدين يعتبر عائق أمام التطور العلمي أو نيل الحريات أو إلى آخره فكيف وجدت أصداء هذه الدعوة للدولة الحديثة العلمانية؟ نعم بارك الله فيك سؤال مهم في الحقيقة قد أختلف معك جزئيا أصلا نعم الكنيسة كانت تنشر الخرافة وتنشر الاستبداد المالي والسياسي فسياسيا هم رديف وظهير للحكام وماليا استغلت الكنيسة الأوقاف لتصبح الكنيسة عبارة عن امبراطوريات مالية تضاهي امبراطوريات الامبراطور نفسه وهذا قائم على إرهاق شعب ماليا بالضرائب وكذا وكذا فحصل حالة من الكراهية نفس الحالة غير موجودة نحن تكفر الله سبحانه وتعالى لديننا وكتابنا المقدس اللي هو القرآن الكريم بالهفظ ولكن حصلت انحرافات من خلال ما يسمى التيارات الإسلامية والفرق وخصوصي التيار الصوفي الغالي فالتيار الصوفي الغالي اعتمد الخرافة يعني الغلاة من المتصوفة ليس جميع المتصوفة طبعا طبعا أنا اتكلم عن عندما قلت التيار الصوفي الغالي ليس له أثر مثل أثر الكنيسة ولكن فيه شوائب يعني أعضى صورة شائبة للإسلام نوعا يستغلها من يستغلها هذا جانب الجانب الثاني أن هذا النشاط الذي قام به أمثال مدحة باشا وتلامذته هو نشاط منظم ونشاط ليس عفري ليس شعور داخلي بأن القومية أحسن من الإسلامية هو شعور ممول خارجيا يعني نحن لما نتكلم عن ظهور التيارات القومية فالتيارات القومية أنا ذكرت أنه في منطقة الشرق الأوسط وتحت ظل الدولة العثمانية كانت ثلاث قوميات أساسية العرب والكرد والترك الدولة الفارسية دلت تقريبا خارج إطار السلطة العثمانية جزئيا ثولت الدولة العثمانية على أجزاء وكانت كدولة تمنت بعض الصفويين المثاب الشيعي كانت معادية للدولة العثمانية تعتبر في صف الأعداء وحالة حرب فبالتالي هي لم تدخل في إطار المسألة القومية ضمن الدولة العثمانية ففي هذه الثلاث القوميات هذه التغذية المالية والفكرية من أين كانت تأتي؟ كانت تأتي من أوروبا من فرنسا ومن بريطانيا ولاحقا من أمريكا يعني أنت تقول دكتور ربما كان هناك مبررات بسيطة لكن الضخ في هذا الاتجاه لم يكن ذاتي فقط يعني داخلي إنما كان بتحريض وتخطيط خارجي قطعا لم يكن ذاتي يعني تشكيل تركيا الفتاة والمنظمات الطورانية التركية لم يكن بضحث ذاتي كان بدعم غربي للتوجهات لأتاة تركيا وعلى الإطار العربي كان بدعم غربي أول ما ظهر التيار القومي قبل وصول عبد الحميد إلى الحكم يعني نحن لما نتكلم عن الإرساليات التبشيرية يعني معروف هنا هذا الأمر يستدعي أن نخوض شوية بالمسألة حضرتك تعرف أنه في 1799 هاجم نابليون مصر من الشمال من البحر فيما عرف بالحملة الفرنسية والسلطات العثمانية أرسلت حملة لمواجهة نابليون كان على رأس الحكم الحملة رجل من سلالة إبراهيم آغا وكان النائب هو محمد علي الذي صار اسمه بعد محمد علي باشا على أي حال محمد علي باشا لم يرد الحملة الحملة دخلت مصر ولكنها واجهت مقاومة شديدة في فلسطين في عكا كانت عكا مدينة مسورة وأحدثوا مجزرة مقتلة كبيرة في الفرنسيين والدنيا الصيف فانتشر مرض الطعون في الفرنسيين إضافة إلى حصل مشاكل داخلية في فرنسا والثورة ما كانت صار الهزمان فمما اضطر نابليون إلى العودة والانسحاب ومات قائد الحملة التركية العثمانية فتسلم القيادة الحملة إبراهي محمد علي باشا محمد علي باشا محمد علي باشا بعد أن تسلم قيادة الحملة استبدأ بمصر فأصبح يسعى إلى تأسيس حكم ذاته فرنسا وبريطانيا شعروا بهذا فأصبحوا يساعدوه محمد علي باشا معروف أنه تلقى مساعدة كبيرة وأسس أسطول ضخم جدا حارب فيه الدولة العثمانية محمد علي باشا جهز ابنه إبراهيم جيش وصل فيه إلى الأنضول وكان يريد تسقاط القسطنطينية انقلاب عن الخلافة العثمانية تمام حتى الدول التي ترعاه هي التي أوقفته سبب هم يريدوا أن ينشر الخلاف بين اثنين ما يريدوا أن تسقط خلافة هارمتهم وتقوم خلافة قوية فتية تمام فقالوا وقف ليس لهذا الدرجة يعني تمام فأوقفوه ولكن أرادوا إضعافه وإضعاف الخلافة العثمانية فجعله يؤذي الدولة العثمانية في احتلال بعض أجزائها فهاجم الشام واحتل الشام السلطات العثمانية كدولة إسلامية كفيها أخطاء في التصوف الغالي أحيانا وفي شوائب ليس منهاج النبوه هو منهاج الغلافة الراشدة لا هذا مسلم به ولكن تسعى قدر الإمكان إلى أن تكون دولة إسلامية ومن سعيها هذا أنها منعت أي بعثات تبشرية للدخول إلى بلاد الشام والبعثات التبشرية كانت حريصة للدخول إلى بلاد الشام تعني بارك أصلها بلاد نصارى نعم نعم فلما جاء إبراهيم ابن محمد علي واحتل بلاد الشام سمح البعثات التبشرية بالدخول فبمجرد دخولها دخلت في 1834 في 1847 كان ناصيف اليازجي وبطروس البستاني أسس جمعية لأداب العلوم التي تهتم باللغة العربية وبالقوية العربية وتحارب المنهج الإسلامي فواضح والصلة واضحة كانت بين هؤلاء النصرانيين ناصيف اليازجي وبطروس البستاني وبين البعثات التبشرية فهذا نشاط موجه واضح يعني أنت تقرأ التاريخ والذي كتب عنه بإسهاب ويشكل مرجع حقيقة في هذا الموضوع نصراني معاصر لتلك الفترة هو جورج أنتونيوس ويكتب بمعرض المدح لأنه يؤيد فكرة القومية العربية وله كتاب مجلد ضخم اسمه يقذة العرب يستحرط فيه تاريخ تلك الفترة بشيء من التفصيل يعني البعثات التبشيرية استخدمت كأداة لاختراق المجتمع الإسلامي نعم ومحاولة إحلال الرابطة القومية بدل من الرابطة الدينية الدينية وهذا يخدم يعني الأقليات يعني يعني الهدف الذي يتسعى له الدول العظمى الأقليات والهدف الذي يتسعى له تفتيت الدولة العثمانية هم ماشيين على مسارات أهمها المسار الطوراني شلون أشبه لك ياها في بلاد العرب لما كان بريطانيا سيأتي الحديث عنها يحاول التفاهم مع شريف حسين وبدنا نعطيك اللي سويك ملك العرب في نفس الوقت كانوا هم يضفاؤوهم من الخلف بجانب الشرزي مع أهل سعود وخلوا أهل سعود ينقلوا على شريف حسين ويطردوه تمام فهنا نفس الشيء هم عم ينشروا الفكر القومي بين العرب وأنهم مع العرب من شان التخلص من السلطة العثمانية بس هم ضمن الدولة العثمانية أيضا ينشروا الفكرة التورانية لمحاربة الدولة أيضا الحملات التبشيرية عملت على بس بطريقة مختلفة الفكرة التورانية التي تولى فيها كان اليهود الفكرة التورانية كان في العنصر العامي القوي فيها كان هو العنصر اليهودي ولكن التركيز على القومية التركية لذلك أنت لما جاء تترك لاحقا سيادل الحديث عنه منع كل شيء باللغة عربية حتى الأدان باللغة العربية منعوا قراءة القرآن باللغة العربية منعها العربي رسول الإسلام يقول لك أطلق اللحية وحف الشارب ويقول لك أحلق اللحية وعفر شارب يعني مخالفة صريحة وواضحة عنادية هذا ما جاء هكذا هذا كان له دفع من الدول العظمية ولكن بشكل سري وبالتالي الذلة عليها ذلة استنتاجية تجدها في بطون الكتب فالحملة القومية كانت تسير على المساري فهذا خلق الفجوة يعني الناس اللي يقعوا التاريخ بشكل شوي مش عميق يقول لك شريف حسين يا أخي خان الدولة العثمانية في الواقع أنا لا أراه أنه خان الدولة العثمانية ولكن ليس معفى أيضا من الأخطاء لأن الدولة العثمانية قبل ما يروح شريف حسين كان عاده في اسطنبول لما أقيل عبد الحميد بالقوة من قبل أتاتركيين في 1909 ووضع في بيته ونصبوا مكانه أخوه محمد رشاد اللي هو يسمى محمد الخامس وأصبح ينفذ أوامرهم وهم الأتاتركيون هم الذين أعطوا شريف حسين منصب شريف مكة وليس سلطان عبد الحميد ثم صاروا ينازعوا فيه نعم لأنه لما وصل إلى مكة شافوا هم عم يركزوا على القومية التركية فهو بدأ يعمل في إطار القومية العربية فصار نزاع واضح فالنزاع على القوميات أدى في النتيجة إلى قيام الحرب بدعم يعني الحرب ما قامت بين العرب والترك مباشرة قامت حرب عالمية وفي إطار الحرب العالمية الأولى وقف الشريف حسين مع الإنجليز لأخراج الأتراك من بلاد الشام من خلال قيادة ابنه فيصل للجيش الذي دخل بلاد الشام طيب عندما نأتي إلى فترة موضوع الشريف حسين سنحاول النظر في الموضوع من كل جوانبه للتقييم لأنه حقا أن يهمني هذا الأمر أنه هل الشريف حسين كان دوره دور عمالي أم لا هي محاولة لرفع شيء من الظلم الذي كان واقع على العرب لكن بدي أقول أنه إذا بدأت ملامح الانهيار والسقوط بدأت دخول الحملات التبشيرية ودعم النعارات القومية تشكلت الجمعيات القومية مثل الجمعية العربية الفتاة والجمعية التركية الفتاة إيش كان دورها في ضرب فكرة الجامعة الإسلامية التي داع إليها السلطان عبد الحميد دور هذه الجمعيات في ضرب هذه الفكرة هذه الجمعيات بمفردها لم يكن لها دور فاحل يعني سبقها جمعيات كثيرة ذكرت لك أنه من عام 1847 ظهرت جمعية الأداب والعلوم ثم الجمعية العلمية السورية ثم ظهرت تحولت إلى أحزاب سرية لأنه الدولة العثمانية بدأت إيش تضيق عليها إلى ألف وتسعمائة وتسعة مدحة باشا اللي هو يمثل رئيس وزراء قرر دستور جديد دستور مدني تمام إيش دور العرب المنتسبين للجمعيات القومية في الانقلاب دور العرب مش المنتسبين للجمعيات العرب كان منهم يعني أنت عندك محمود باشا العراقي عربي عراقي نعم كان قاعد فرقة مدرّة بعدين صار وزير حربية تمام فكان له دور حلفاء السلطان عبد الحميد بعد ألف وتسعمائة وتسعة حاولوا أن يعيدوه إلى السلطة وكادوا أن يصلوا والذي منعهم من الوصول هو محمود باشا كان عنده قوة كبيرة في جهة أزمير ووصلوا خبر وهاجم أستنبول ونطر الاتحاديين وأفشل هو من المنتمين لهذه الجمعيات يعني هو كان يمارس دور تنظيم وليس فقط دافع ذاتي أي نعم ولكن هو يعني أقصد بأصوله عربي ولكن طبعا هنا في تداخل بعض الشيء يعني من شان تتضحي الصورة للأخ المستمع نحن لما نتكلم عن قوميات عربية وطورانية قد يظن بعض أنه صار في خلاف لا القومية الطورانية باعتبارها هي المركزية الحاكمة حاولت أن يعني تذر الرماد في العيون وتؤسس لجمعيات صداقة تركية عربية حتى لا يأخذ العرب أنه إحنا ما في بناتنا بين نبين نكون شيء من النشاط الطوراني فمحمود باشا هو عربي ولكن هو بأي منظمة كان بتركية الفتاة مش بالعربية الفتاة نعم كيف جمعية قومية تضم عربيا أنه هو صار تركي وهو يقاتل مع الألاتة تركيين ولا كيف وصل كيف راضين عنه ووصلوا لوزيع حربية نعم بالتالي في نوع من الاختلاط بالأمور ولكن الهدف المشترك هو الابتعاد عن الدين الإسلامي وأسقط أي يعني إقامة الدولة القومية التي يظنون أنهم سيقومون فيها دولة حديثة والابتعاد عن الدولة الإسلامية ولكن حتى هو اختلف مع الطورانيين فالطورانيين الأتاتركيين لما ذهب الشريف حسين إلى مكة وظهر الخلاف بينه وبين الأتاتركيين حاولوا عزله عن منصبه محمود باشا هو الذي وقف وثبت الشريف حسين نعم وأصر على عدم عزله إذن الجمعية الاتحاد والترقي هي ضمن هذه الجمعيات التي نشأت بعض الدعوات القومية وهي من عملت على تجنيد الشريف حسين لا الشريف حسين هو شخصية مهمة أنه من آل لكن هي من التواصل نعم كلامك صحيح ولكن أنا فقط أريد أن أنبه الحديث بجر بعضه وله مكانته من عهد السلطان عبد الحميد ولكن السلطان عبد الحميد كان بنظره الثاقب يعرف من هو الشريف حسين ويعرف أنه شريف حسين يعرف رمزيته وسقريته أنه سقر لو أطلق له العنان وفرد جناحي فسيحاول بناء دولة يعني الشريف حسين ما كان زلم الدرويش لا ما كان زلم الدرويش ورغم أن الأتاتور ليس منجرد أداة هو هو شخص فذ نعم يعني هذا كلام السلطان عبد الحميد عنه يعني السلطان عبد الحميد رغم أن الأتاتوركيين أبعدوه عن السلطة قال لهم رقد ارتكبتم خطأا فضيعا بإسناد منصب الشرافة إلى الشريف حسين سينقلب عليكم إنه ليس رجلا بسيطا إنه يسعى للهكم وهذا ما كان فعلا وهم حاولوا كما ذكرت لك يعني تصليح الخطأ وإبعاده لم يستطعوا بل عينوا فات الفوت عينوا شريف لمكة من آل البيت بدل عنه وما تشرأ على الذهاب وذهب إلى بيروت ووصل إلى بيروت وبس جلس في بيروت تبر منفى ما استطاع أن يصل إلى الحجاز لأن شريف حسين ضرب جزوره وله صلاته وله ونسبه الهاشمين حلاء اللي جاء ابن عمه ونسبه هاشمين بس هو له جزوره السياسية وله قاعدته السياسية وأبنائه نشيطين يعني ابنه علي كان ماسك المدينة المنورة وعبد الله وفيصل عم يتحركوا بين اسطنبول إلى حدود اليمن في شبه الجزيرة كاملة وهم على قرابة يعني نحن نتكلم في تلك الفترة في تلك الفترة من يحكم اليمن يحكم أهل البيت النظام المتوكل اليمني هو إسرة حسنية ينتسبون إلى حسن ابن علي ابن أبي طالب نعم تمام من يحكم صبيا وجنوب الجزيرة العربية ضمن ما يسمى جيزان اليوم وحوال جيزان محمد ابن علي الإدريسي من ناس الإدريس من ناس أيضا حسن ابن علي ابن أبي طالب يعني فرع من دارسة المغرب يعني دولة الإدريسية في المغرب من أسسها إدريس ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن المثنى ابن علي ابن أبي طالب إدريس هذا أخوته محمد النفس الزكية وإبراهيم الإمام اللذان يقام على إبي جعفر منصور أخوه لمحمد النفس الزكية ثورة محمد النفس الزكية فاشلت لأنها قامت أخوه إدريس فر إلى المغرب وأسس دولة في المغرب إدريس الأقليم الإدريسي في شبه الجزيرة العربية فرع من أدارسة المغرب المغرب أنا يعني أذكر لك هذا لي وصلك إلى النسب فآل البيت يعني يحكمون تقريبا منطقة شبه إدريس اليمن مع المملكة المتوكلية اليمنية اللي هم من آل البيت وصبية وجازان وما حولها مع الإدريسي والحجاز مع الشريف حزين أي نعم فلهم جزور في المنطقة طيب دكتور يعني إن كانت الدعوات القومية عند العرب مفهومة نوع من استعادة حق بين قوسهم بتصورهم نوع من رفع الظلم استبداد يعني وخاصة في الفترة الأخيرة ظهور الطورانيين قد نجد لها مبرر طيب الدعوات القومية الطورانية يعني إيش سند يعني أنا بدعوتي القومية كتركي كتوراني أنا أخسر أخسر رقعة كبيرة من الأرض أخسر ناس كثيرين دعمين إلي لدولتي ما المكاسب التي حصلها يعني تحت أي شعار منطلقة الدعوات الطورانية أحسنت يعني سؤال جميل في الحقيقة الدعوة الطورانية أنا لا أرى لها مبرر إلا أنه التأمر الغربي عمالة بعدها إيه لأنه في الدعوة الطورانية هي يعني عمالة إيش أسميها عمالة من نوع آخر يعني يعتبر نفسهم الطورانيين اللي مش كل الطورانيين الطورانيين اللي ترأسوا هذا العمل أنهم يخدمون قضاياهم لأنها في الحقي غستولى عليها اليهود اللي نذكرها بالتاريخ اسم يهود الدونما يهود الدونما يهود الدونما ما يميزهم عن باقي اليهود تمام باختصار يهود الدونما نعم باختصار لهم الدونما من خلال أنهم أعلنوا يعني فيما قولتين أنهم أعلنوا إسلامهم فأصبح لهم اسم تاني الآن بالعثمانية القديمة اللي فيها مصطلحات فارسية يعني أنا لو أخذت الكلمة دو نما دو اثنين بالفارسي طبعاً ليس بالتركي ونما الاسم الاسم التاني فهذول أعلنوا إسلامهم فهذا الاسم التاني لهم يعني كانوا يهود وانتقلوا إلى الدين الثاني بعض المؤرخين ولا أدري ما هو مستندهم وأظن الدكتور غالب سرجاني منهم فسر كلمة الدونما بالمرتدين يعني المرتدين عن اليهود وعن الإسلام ما أرى ممكن هو أعطى معنى تقريبي ما أرى في تأصيل لغوي ولكن في التأصيل اللغوي هي أصحاب الاسم الثاني هو لأنه حتى ما أعرف أن يهود وهذا تصديقاً أو تأييداً للطرح الأول حوال موضوع المصطلح أن كان له اسم يهودي نعرف عليه بين اليهود وله اسم معلن مسلم يعني تلاقي اسم مسان محمد عند الدولة الإسلامية ومن الإسلامه وبين اليهود اسمه ديفيد مثلاً أو شمعون أو صموئيل نعم فهو هذا المعنى إذن يهود دون ما هم طائفة من اليهود أعلنوا إسلامهم وبقوا على يهوديتهم نعم وبدأوا يحاربوا من خلال هذا واليهود ضالعون في هذا الفن في هذا الفن شاول اليهود اللي صار اسمه بولوس الرسول في الديانة النصرانية حرف الديانة النصرانية كلها عبد الله بن سبع الصنعاني شرح الإسلام وأحدث التشييع في الديانة الإسلامية وهدول يعني فرع من فرع نعم فاليهود والعياذ بالله ضالعون في هذا في مسألة التآمر يعني فهم إذن يخدمون أهدافهم يريدون عن قصد إسقاط الدولة الإسلامية وخصوص دولة عبد الحميد الذي رفض وبقوة العرض الذي نتج عن مؤتمر بالبس ويسرا اللي هو شراء أرض فلسطين لبناء وطن قومي لليهود فيها فكان لابد من محاربته حتى يقول أحد المؤرخين الأتراك أن الذي قرأ بيان العزل عندما عزلت أتا تركيون سلطان عبد الحميد يهودي 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 ماسوني نعم والذي صلى الجنازة على عبد الحميد لما مات شيخ إسلام أتا تركي اسمه موسى القاظم ماسوني هو كان المؤرخ التركي هذا جزاء الله خير يعني يذكر إلى أي دور تغلغل إلى أي مدى تغلغل اليهود في الدولة التركية وأحدثوا فيها سلبيات فهذه كانت مؤامرة يهودية فإذن الدعوة التورانية بالعمق هي دعوة نعم يهودية لتفتيت دولة الخلافة الإسلامية نعيد أن نؤكد أيضا مرة أخرى على هذا الموضوع اللي نوهت علي حضرتك الجمعيات والأحزاب العربية القومية جذبت الأقليات فقط يعني ورغم كل هذه الشعارات البراقة ودعوات المظلومية والدعوات إلى التحرر والانطلاق لم تستطع أن تجذب شخصيات من المسلمين في البداية لم تستطع أن تجذب أي مسلم يعني حسب ما يذكر جورج أنطونيوس في كده بيقضات العرب أنا جمعي الأداب العلوم رغم أن البعثة التبشرية الأمريكية طرفت عليها أموال وكلفت مثقفين نصرانيا هما نصيف لازجي بطرس بستاني أنه يدعموها ويعملوا فيها وكانوا يريدوا أن يستقطبوا مسلما واحدا لعضوياتها أي أن كان فلم ينجعوا وهذا سبب فشلها لإكساب نوع من الشرعية نعم أنها ليست جمعية نصرانية يعني شوية نصارى وشوية مثلا درزي ولا كذا ولا كذا بدهم مسلمين سنة يكون لهم تمثيل فيها فلم يدخل فيها مسلم سني واحد فكان هذا سبب انهيارها ثم إعادة تأسيس يعني في نفس طويل يعني لو كان ناصيف دازجي بطرس بستاني لو كانوا ملوا وأنهوها ما كانوا أساس غيرها هم أساس غيرها باسم آخر رجعوا أساس الجمعية العلمية السورية ورجعوا أساس الجمعية ثالثة ورابعة حتى أقنعوا بعض السنة بأنهم همهم علمي بس وأدخلوا بعض السنة فيها لكسب نوع من الشرعية ولكن في الحقيقة في قسمة الولاء السنة كانوا كالأيتام على موائد اللئام رغم أكثر يتهم يعني إحنا لما ننظر إلى بلاد الشام وبذات أقليم لبنان لأنه هو المطلع البحر وكان المدخل لهذه المؤامرة فالمارون مخدمين أو يعني مضمونين فرنسيا محميين فرنسيا والدروز محميين إنجليزيا والسنة غير محمية هم دي هؤلاء الأقليتين تمام الشيعة لم يكن لهم دور بروز في تلك الفترة يعني حزب الله حديثا نشأ مسألناك لم يكن للشيعة دور فاعل على الثاحة السياسية فكان الظاهر في التيار النصراني والدروزي فالدروز دعموا إنجليزيا والنصارى دعموا فرنسيا حتى لما قامت الحرب في 1860 الحرب استمرت من 1860 إلى 1875 بين الدروز والنصارى هي حرب بالوكالة النصارى تدعمهم فرنسا والدروز تدعمهم بريطانيا إلى أن جاءت الثورة البلشفية فتبنت النصيرية 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 متبنون من قبل البلشفية من قبل الثورة البلشفية روسيا نعم الله كنت أظن أنهم في سياق في سياق الفرنسي أيضا لا لم يكنوا في السياق الفرنسي يعني هذا حديث حافظ الأسد حاول أن ينشئ علاقة لأنه ولكنه مثلما ترف حضرتك موضوع الخميني والثورة الإسلامية والدولة إيران يعني ظاهرها مشروع فرنسي لا هي مشروع عمريكي يعني حتى أنا ما أستدل عليه أنه يعني أنه كان في فرنسا أنه كان في فرنسا وأتى على طائرة فرنسية وأتى على طائرة فرنسية صحيح وأخرا بعد تفجير الميناء في بيروت وربما يعني الخوف من ردة فعل قد تؤثر على حزب الله جاء ماكرون وطمن الأمور وهدى الأمور فبتحس دائما يعني في أي ضغط حول المشروع الشيعي يتطفر فرنسا ماكرون لم ليس الفرنسا لم تعود تلك الدولة الفاعلة لو أنه في غضب أمريكي من المسألة كانت تفتح الجروح ولكن ماكرون حاول يتدخل بإطار رضا أمريكي هذا الجانب الجانب الآخر أنه المشروع الشيعي الفارسي الإيراني هو غير مشروع الدولة النصيرية أو الأقلية النصيرية في سوريا والتحالف بينهم هو تحالف مصالح حديث حديث يعني نتكلم عن 79 نعم نعم عندما أصدر صدر الفتوى بضم اعتبار المصيرية من الشيعة ولا قبل كانوا يكفروهم أما في القبل طبعا ولم يكن هذا التحالف موجود خصوصي عندما قبل ما يسمى نظرية ولاية الفقهة عند الشيعة لأنه كان الشيعة يتمدون على العزلة مدام ما في إمام ما في دولة فما في دولة وهم معتزلون حتى طلت الجمعة ما كانت مقام وهذا ما جعلهم خاملين وبالتالي لم يكنوا شركاء في العملية السياسية بين نهاية الدولة الأثمانية نعم إذن النصيرية بل شفيين يعني روس متبني من قبل الروس والفرق بين المشروع المصيري والمشروع الشيعي الاثنى عشرية الشيعة والاثنى عشرية وإيران مشروع دولة إمبراطورية يعني قديم يدعب أفكارهم ومشروعهم أن يصبحوا القوة الأولى في المنطقة يعني على حساب العراق أنهوها على حساب إسرائيل وعلى حساب تركيا أما النصيرين مشروعهم مشروع دولة مثل سوريا يعيشوا فيها وينهو الثروات ولكن استطعت إيران أن تجندهم في إطار نعم نعم يعني في إطار المصالح متبادلة مصالح متبادلة كما جندت الحوثيين اللي هم زيدية أصلا في جنوب الجزيرة العربية اللي هو في اليمن يعني وأصبحوا أدوات أصبحوا أدوات ليد المشروع الإيراني وإلا هم زيدي وأنت لما تأخرأ الكتب الفقهية والعقدية فالخلاف كبير جدا بين الزيدية والإثنى عشرية هو موضوع يعني ليس الآن في سياق حديثنا لكن أنا أريد أن أثبت هذه النقطة لعلنا يعني إن كان في سلسلة أخرى أو ضمن هذه السلسلة نحاول تجلية ملامح المشروع الإيراني يعني ناس مثل ما قلت أنت خاملين سياسيا لأن الإمام غائب يأتي شخص مثل خميني يعيد إحياء بدعة ولاية الفقه فينشئ على أساسها دولة دينية في منظومة دولية تدعي أنها لا تسمح بقيام دولة دينية وهذا التشابه الكبير بين قيام إيران وبين قيام إسرائيل أيضا قامت على خرافة شعب الله المختار وأرض الميعاد وأيضا دولة دينية ضمن منظومة الداعي أنها ترفض إقامة دولة دينية لعلنا يعني نحن أهل السنة والجماعة نستفيد من هذه التجارب يعني نشوف كيف لحتى نشتغل يعني طرحها وفتحها ويصدعنا دولة ما تفضلت حضرتكم من بعد انهيار دولة السلطنة العثمانية ودولة خلافة العثمانية لم يعود أهل السنة والجماعة دولة وأصبحنا كال أيتام على مواد اليام نسأل الله العفو والعافية طيب الآن تكلمنا عن ملامح بداية السقوط الآن نبدأ في الخطوات العملية بدأ الاتصال بين الشريف حسين وبين الإنجليز نعم في الحقيقة الإنجليز كانوا عم يلعبوا لعبة قذرة فحذرتك تعرف أن الإنجليز كانوا قد يحتلوا مصر وجالسين في مصر ففي واحدة من الرحلة رحلات عبد الله بن الحسين اللي صار أمير الأردن بعد ذلك أمير شرق الأردن في 1911 نازل من اسطنبول بده يروح للجزيرة عند أبوه على المكة فمر بمصر فعرف الإنجليز بقدمه فبدأت المحاورات الأولى معه أنه تعال خيوت أي إيش بدك إيش بدنا فطرحوا معه فكرة أنه البلاد المنطقة مقدمة على حروب فإيش رأيكم يعني إذا فقلهم الوالد المتضايق من سلوك الأتاتركيين وربما كان صريحا في المفهوم السياسي أكتر من اللازم والوالد القابلية القيام بالثورة على الأتاتركيين موجودة إن أمديتهم بالسلاح فهنا كان المندوم السامي وقتا كوتشنر اسمه قبل مكمهون سيأتي بعدين الحديث عن مكمهون ومحادثاته أم حسين فكوتشنر لما شاف جموح عامض الله في هذا الاتجاه استخدمه هذه العادة سياسية إيه مش انسحب انسحاب كلي انسحب انسحاب جزء قال يعني حقيقة نحن علاقاتنا ما زالت حسنة مع السلطنة ولا نريد تعكير الأجواء بيننا وبينهم وبالتالي إذا تسربت الأخبار إنه نحن عطيناكم سلاح من أجل قيام ضدهم يعني ممكن هذا يكون يأسرع لينا وكذا وكذا فبدكم تعذرون بهالإياه نحن منا نهدرين وهذا تكتيك مستخدم للمحاولة التأكد هل هو الطرح طرح جدي أم هي فقط نزوة يعني هذا الذي يقرأ في السياسة يجد أنه هذا ما هي فكرة إبداعية سياسة متبعة هذا يعني هي شد حبال انت بترخي أنا بشد بشدت زيادة ما بنحب للعطيع شدت زيادة انت رخيت أنا خففت الشدة بتقوم انت بترجع وبتشد وهكذا يعني ذلعت شوي بريطانيا وبالتالي لم تأخذ المفاوضات الطابعة الرسمي يعني قابل كوتشنر وقابل سيكرتير كوتشنر اسمو ستورز تقريبا وثم ذهب إلى مكة وذكر عبدالله الأمير عبدالله ما دار ذكر ما دار لوالده والده جمع بقية الأخوة وحاول يتشاور من حيث المبدأ العام بالتعاون مع الإنجليز يعني المحادثات التي صارت بين عبدالله وكشنر غير يعني هيك جد صدفة يعني هو بالأساس متداول مثلا مع أبيه الموضوع وتعالوا تسنع فرصة هي مخططة ولكن حاولوا أن يظهروها وإلا هو يعني لما يروح نازل من اسطنبول أنه وقفت الباخرة تستريح عند قناة السويس وله المفروض أنه بتكمل بالبحر الأحمر وبينزل بجدة المر نشربوا فنقل الرسالة لوالده فالوالد جمع الأبناء اللي هم فيصل وعلي وعبدالله فكانت وجهات نظر الأبناء مختلفة وأشدهم حذرا كان فيصل يعني حذر من سلوك الإنجليز وأنهم معروف عنهم من السلوك التآمري فأرجعت القضية إلى يعني صار في محادثات على الخفيف وأرسلت مساعدات عسكرية مالية سرية عبر السودان من مصر إلى السودان من السودان في مندوب لشريف حسين كان يوصلها بحرا إلى تقطع عرض البحر الأحمر وتيروح للموانئ جدا وكذا مدوهم يعني بشيء ولو بسيط يعني موضوع السلاح مدوهم مش سلاح وقتها أموال لإدارة الشهر أموال إلى لما شكد الأمر عند أوروبا وبدأت ملامح الحرب العالمية الأولى تتضح في عام 1914 كان جاء مكمهون إلى كمندوب للإنجليز على مصر فأعاد الاتصال بالشريف حسين نعم وقال له يعني نعرف موقفك فالشريف حسين قبل أن يعطي موقف حرك ولديه الأثنين فيصل وعبد الله عبد الله راح يقابل المندوب السامي وفيصل طلع على الشام ذكر لهم أنه في اتصال مع مكمهون لمندوب الحركة القومية لمندوب الحركة القومية اللي هو عضو فيها أيضا ما كان عضو فيها وهو بالشام بايعهم بجمعية العهد السرية وأنه في الأمور عم تجري وكذا 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 وخلينا نركز طلباتنا ولكنه أصل رحلته ما في خليها سرية هي معلنة ولكن المعلن أنها إلى اسطنبول وليست إلى دمشق ومرور طريق في دمشق ومرور فوقفوا قابلهم وأطعوا إلى اسطنبول اللي يشوف يعني يواصل رسالة من أبيه إلى السلطان محمد رشاد فهو الرسالة تهدئة وأنه نحن يعني معكم ومع الدولة الهمايونية والخلافة العثمانية ولكن بعض الأتاتركيين عم يسؤولنا وكذا وكذا ولازم يكون لكم دور في تلطيف الموقف وكذا فجلس فترة في اسطنبول ورجع فيصل وراجع بالعودة أيضا مر إلى دمشق في هالفترة كان قيادة منظمة العهد السورية صاغت ميثاق إنه إذا أرادوا التعاون مع بريطانيا ضد تركيا لأن المعادلة كانت صعبة جمعية العهد إيش قالت قالت حقيقة ما يبدو لنا حسن نوايا من الأوروبيين ونحن إذا الأوروبيين بدون يقدروا فينا لا بعض الشر أهونا من بعض بقائنا تحت السلطنة العثمانية هو أخف وضررا من أنه نروح تحت هدولة ونحن مغمضين ما نعرفين شو بدو يصير نحن فبدنا أمور واضحة وهي وجه تظهر حكيمة يعني نعم فكتبوا ميثاق عرف بميثاق دمشق أو بروتوكول دمشق حددوا فيها الدولة العربية التي يريدوها من الحلفاء للإجليز نعم نعم نتفق معكم نحن هنقاتل نتعترفوا بحدود هذه الدولة جزيرة ابن عمر هي حدود أقليم بلاد الشام شمالية هي القديمة يعني بالضم بالضم هذا الولايات اللي عام لك اللي هي العام تركية بالضمها هي أساسا من أقليم بلاد الشام نعم وتنزل جنوبا إلى البحر الأحمر والبحر المتوسط إلى مرسين هكذا تدر يعني تشمل اليمن وشبه الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام بوضعها الحالي كلها بما فيها لبنان وسوريا والأردن وفلسطين وبعض الولايات اللي هي الآن مع الدولة التركية كمارسين وأضنى وأرفا يعني الشق الأفريقي خارج هذه الدولة الشق الأفريقي من الأم العربية ايه نعم الشق الأفريقي من مصر كذا من مصر لا لا إذا نتكلم عن أقليم بلاد الشام وأقليم الحجاز وأقليم بلاد الرافضين نعم هذه الأقليم الثلاثة بضط نعم لأنه الآن هذا الأقليم شمال أفريقيا ما في كلام به لأنه محتلة أصلا مصر محتلة من قبل الإنجليز والإنجليز ما ندوبش ماكما هون مصر فما رح يعطيهم دول الأكيد يعني مصر والإطليان بليبيا نعم والفرنسيين بالجزائر وبتونس في المغرب العربي نعم فساقطين من يعني خارجين من يد الدولة الحسبة يعني خارج الحسبة خارجين من يد الدولة العثمانية فلما قرأوا فيصل قال هذا مشروع جميل ولكن الإنجليز ما رح يقبلوا ولكن نحن خلينا نحاول أنه هذه شروطنا للتعاون والقتال في صفكم نعم يعني مفيصل كانت عبارته أنه هذا هذا الشروط أقل ما يمكن يعني ما يمكن أن نتنازل أكثر من ذلك ولكن رغم أنها أقل ما يمكن لا أتوقع أن الإنجليز سيقبلون بها أخذها وراح لأبو وفعلا الأب بدأ يتفاوض بناء على هذه الوثيقة هنا يظهر دور إما البساطة والثزاجة عند شريف حسين ورغم أنه هو سياسي متمرس أو أنه يعني مضطر للخضوع لم يعطي الإنجليز جواب بل أعطوه جواب سلبي عندك فكرة دكتور أنه شريف حسين بهذا الوقت كم كان عمره تقريبا والله ناسي يعني بس ربما بالسبعينات من العمر يعني إلا أنه أبناء رجال كبار نعم الإنجليز أردت فعلوا امتجاه هذه البنون يعني بدأوا ثم الملون قالوا يعني هذا الحدود ماهيش حدود الدولة العربية نانتو بتكم تأسسوا دولة العربية طيب لبنان هذا يا أخي فيه أقليات أخرى غير العربية يقتدون هم عرب بس يقتدون أقليات دينية طيب هم النصار عايب يقولوا عنفسهم من العرب ويس مناجيك هلما بدهم يلعبوا طيب مدن مارسينو أضنى مختلطة فيها عرب وأتراك ماهيش خالصة عربية يعني كل الحد الشمالي تمام يعني نحن 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 نقول مارسينو أضنى اسكندرون جواته يش مارسينو نعم نعم فبدأت المماطلة بهذا أنه يعني ما أخذ لا حق ولا باطل أخذ رفض لا لا ما أخذ رفض يعني ما نشوف وكذا وهذه مساء المبكر البحث فيها وهذه موضوع نقاش لأنه الرعاية فيها ليسوا عرب كلص مماطلة وإيش والحرب صارت على البواب نحن ب1914 بدأت الحرب العالمية وهاجمت بريطانيا وفرنسا هاجمت تركيا في شنق قلعة معروف الآن من يحكم دمشق جمال باشا فسير فرقة عربية كان عناصر هذه الفرقة ممن يركن عليها جمعية العهد أن هذه إذا صار ثورة رح تكون داعمة للعرب من أجل الاستقلال عن تركيا جمال باشا أخذ فرقة كاملة اللي هي مجموعة ألوية ودعم فيها شنق قلعة رجالهم راحوا راحوا رجال راح الزلم أسا في فرقة تانية كمان حرك جمال باشا فرقة أراد تحريك فرقة باتجاه اليمن أنه الإنجليز اللي ماسكين اليمن الجنوبي عم يتعدوا على اليمن الشمال يبدي أبع وخبر حسين يعني من شاء ما حسين يفكرها أنه هجوم عليه أنه أنا بدي مرر الفرقة من عندك رايحها على اليمن بس حسين ما صدق خاف أنه تكون الفرقة متوجهة إيش إلو اللي مقاومة فقال لابد طبعا ولات عم يمضينا إحنا أنه صرنا بألف وتسعمائة وخمسطعش يعني صارت ألف وتسعمائة وصارت نزلت الفرقة هذه فقال الموضوع ما عم يحتمل الأمور تسير في غير صالح حاجة صومية تحريك فرقة لشنق قلعة وتحريك أعلن صارت في 616 في 5 6 أعلنت في المدينة المنورة أعلنها علي ابن الحسين والمفروض كانت أعلن في وقت واحد تأخرت خمسة أيام لأسباب لوجستية وأعلنت في 10 6 في مكة ما يعرف بسرع العربية الكبرى عندما أطلق الحسين الرصاص أي نعم فبين إعلانها بالمدينة وإعلانها بمكة في خمسة أيام وبدأت الثورة العربية الكبرى التي سهم فيها الإنجليز بشكل أساسي طبعا الحديث أحيانا بتفوتنا أشياء يعني من لما بدأ يجهز الجيش فاستعان بخبرات إنجليزية هذه الخبرات الإنجليزية كانت عبارة عن جواسيس للإنجليز على جيش على جيش وأشارهم كان لورنس لورنس العرب نعم أشارهم كان العرب نعم إذن الشريف حسين وموضوع الثورة لم يكن مئة بالمئة أو موجه ضد الدولة العثمانية لا كان موجه ضد الطورانيين الذين بدأوا نعم يستلموا زمام الدولة العثمانية وبدأت دعوتهم القومية تظهر أنا بالنسبة لي على الأقل طلح لي شوي من صورت أحسين أرسل كتاب موجود يعني أرسل كتاب لسلطان محمد الخامس بهذا يعني إذن خلنقول تقريبا كان ثورته ضد وهو أعلنها ولم تكن هدفها إسقاط الخلافة إنما إقامة دولة عربية بخلافة عربية يعني إقامة مملكة عربية ما كان واضح نظام الحكم الذي يسعليه إقامة مملكة عربية ويكون بينها وبين الخلافة التركية نوع من الكونفدراليين يعني ما كان الهدف إسقاط الخلافة لا بالثورة ما كان الهدف إسقاط الخلافة ما عادش في خلافة الخلافة ساقطة منتهية يعني خلافة واضح بعد انقلاب اللي صار انقلاب 1909 وبعد عبد الحميد إلى المنفى محمد رشاد أخول عبد الحميد واجهة كان عبارة واجهة كان ليس له من الأمر شيء يعني عمليا كانت خلاص انتهت الخلافة خلاص انتهت يعني حتى رغم أنه ليس له من الأمر شيء فهو مات في 1918 فعين محمد وحيد اللي هو السلطان الأخير اللي استمر من 1918 إلى 1922 فأعلن إلخاء الخلافة قبل الألبعون هو بالرسميا أعلن إسقاط وإعلان الجمهورية ب1924 ولكن السلطان محمد السادس محمد رشاد هو الخامس محمد الخامس يقال له محمد السادس جاء بعده تقريبا أربعة سنين من 1918 إلى 1922 وأعلن إنهاء فهؤلاء كانوا سلاطين شكليين الدولة الأتاتركية هي المتحكمة وهم موجودين هؤلاء بدأت يعني إبعاد كل شيء عن الإسلام الدولة خلاص صارت أتاتركيا انتهى الموضوع من 1909 يعني رسميا نحن نعتبر الخلافة سقطت في 1909 بعد انقلاب عن سقوط الخلافة يعني الثورة بعد سقوط الخلافة تعتبر بسبع سنين يعني الثورة ب 1916 الدولة العثمانية كسلطنة عثمانية سقطت من وقت إبعاد عبدالهامي لكن بقي منصب الخلافة بقي اسم ملك ما أعتلك في ظل سلطاني يعني محمد الخامس ومحمد السادس يعني أخي نعتبر أخي مثل مرحلة الخلافة العباسين ضعاف الذي كان يتحكم فيهم الممالك أو غير الممالك وكذا يعني أنا هون رغم كل ذلك يعني أضم صوتي لصوت الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه يعني عندما كان يقول أنه رغم كل ملامح الضعف والسقوط ووائل آخر تميزت فيها آخر مراحل السلطنة العثمانية لكن رغم ذلك كان الإبقاء عليها على علاتها أفضل من التحالف مع الغزوة الصليبية لا شك وأنا أقول هذا يعني وانت تتفق طيب بالتوصيف في كثيرين غير حتى الشيخ محمد الغزالي يقول أن هذه الحملة على الدولة العثمانية وتفكيك الدولة العثمانية هي امتداد للحملات الصليبية لا شك هي حملة صليبية نعم نعم متفق طبعا إذا كان غوره بالـ 1920 لما وصل إلى سوريا داسع على قبر صلاح الدين ويقول له ها قد أنهضي صلاح الدين واللمبي الجنرال الإنجليزي اللمبي أيضا قالها فهم يعني المسألة مش تحليل سري هي معل طيب يعني ما كان هذا الأمر واضح مثلا بالنسبة للشريف حسين رغم كل شيء أنه أنا أجي أصف في حملة في خندق حملة صليبية ضد دولة الخلافة العثمانية أو دولة الخلافة بغض النظر كانت عثمانية أو غير عثمانية يعني رغم كل شيء أنا إذا وضعت نفسي كلامك صحيح لا أستطيع تقبل أن أكون هذا الكلام صحيح في صف الحملة الصليبية ضد الدولة الإسلامية إيش ما كانت تكون وأنا أقول هذا وأنا لا أبرر لشريف حسين ولأبناء ولكن أنا فقط أوضح الصورة أنه يعني يعني كافي نوع يعني أنا ما خان ما خان الخلافة لأن الخلافة سقطت قبل حركته فأعترض على مصطلح أنه خان الخلافة أو السلطنة العثمانية لم يعود لها وجود والطرفان يتحملان المسؤولية مفهوم الطرغانيين الأتاتورك يعني أتاتورك ومن معه في الجانب التركي وحسين ومن معه في الجانب العربي إلهما يتحمل المسؤولية يعني هي ما كانت دولة إسلامية أو دولة خلافة يعني في أبهى صورة وهو قاموا وانقلب عليها وخير طيب إذن أطلق الرصاصة الأولى في ثورة العربية الكبرى رغم أنا ما كنت أقول الثورة العربية الكبرى المهم وانطلقت وما تقدمت بسرعة يعني معلوم لحضرتكم بعد انطلاق هذه الثورة ما وصل فيصل إلى دمشق إلا بعد سنتين طيب أنا أنا ما أريد أن أتجاوز يعني سنبقى عند الرصاصة الأولى في الثورة العربية لأنه لا أريد أن تطول الحلقة أكثر من ساعة كي لا نثقل على المستمعين يعني فعند أطلاق الشريف حسين للرصاصة الأولى في الثورة العربية نقف عند هذه النقطة لتبدأ الحلقة القادمة ببقية الرصاصات ببقية الرصاصات في الثورة العربية على دولة السلطنة العثمانية إن شاء الله تعالى بارك الله شكرا لكم دكتور جزاكم الله عنك الخير ومستمتعين دائما في الجلوس معك بارك الله والإفادة منكم وشكرا لكم ولله والمستمعين الله يكرمكم يا رب شكرا لكم مستمعين الكرام نرجو منكم يعني أن تشاركوا الحلقة مع من تظنوا أنه يمكن أن يستفيد من هذه الحلقة هذا أنا محدثكم هيثم الدرفيل من قاعة مكتبة بيبرس في الريحانية وأنتم تستمعون إلى أوراق بودكاست السلام عليكم